أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لمملكة البحرين بما تقوم به للحفاظ على أمنها واستقرارها مطالبا النظام الإيراني بالكفي عن إصدار التصريحات الاستفزازية والأعمال العدوانية من خلال تقديم الدعم لإصابات إرهابية لدى افتتاح أعمال جلسة البرلمان الرابع من دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي في القاهرة أكد البرلمان العربي دعمه الكامل لمملكة البحرين بما تقوم به للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها مثمنا إحباط قوات الأمن البحرينية عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل وخلال الاجتماع طالب الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي النظام الإيراني بالكفي عن إصدار التصريحات الاستفزازية والأعمال العدوانية تجاه البحرين وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية وتأجيج النعرات الطائفية كما دع السلمي إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث مدينة كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية وحذر رئيس البرلمان العربي من محاولات النيل من الأمة العربية ومن قيمها وتقاليدها الراسخة من خلال إصدار قوانين جائرة حول الحصانة السيادية للدول كما جدد البرلمان العربي الالتزام بدعم الشرعية الدستورية بجمهورية اليمن ممثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي وأشار إلى أن القضية المركزية والجوهرية للبرلمان العربي هي القضية الفلسطينية مدينة كافة المخططات والسياسات ومشاريع الاستيطان في مدينة القدس المحتلة وطالب البرلمان بسياسة جامعة تلب تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة أمام مشاهد القتل والدمار اليومية للمدن ودع البرلمان العربي إلى دعم الدول العربية الأقل نماء في كافة المجالات مثمنا الجهود والمساعدات العربية الجارية على المستوى الثنائي في مجالات الأمن والتنمية والدعم الإنساني وإعادة الإعمار وتأهيل مؤسسات هذه الدول ترجمة نانسي قنقر